أكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين مدى خطورة جائحة كورونا كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم مشيرين إلى أن الجائحة غيرت العديد من المفاهيم الأمنية والاستراتيجيات الاجتماعية حيث سعدت قضايا الأمن الصحي والإنساني إلى أولويات الأمن في العالم هذا هو أوضح ضيوف المملكة خلال جلسات القمة العالمية لمراكز الفكرة التي ينظمها مركز دراسات للمرة الأولى في المنطقة أن تأثيرات الجائحة على منطقة الشرق الأوسط كانت متبينة ففي الوقت الذي نجحت فيه بعض دول المنطقة في التعامل مع الجائحة عانت بعض الدول من تأثيرات مضاعفة للجائحة خصوصا تلك الدول التي تشهد صراعات وأزمات مالية بحضور ومشاركة أكثر من أربعين مركزا فكريا من مختلف دول العالم انطلقت أعمال القمة العالمية لمراكز الفكر 2021 بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وذلك لبحث التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا علاوة على بحث ودراسة تحديات تغير المناخ وتعزيز الديمقراطية ودعم المؤسسات ودعم مشاركة المرأة في المجال السياسي في واصل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في تحقيق رسالتها المتمثلة في بناء الشركات والتعاون مع مركز الأغليمية والدولية حول العالم استضافة المركز للغمة العالمية لمراكز الفكر للمرة الأولى في شرق الأوسط تمثل هذه المنصة فرصة هامة لأبرز الغيادات من مركز دراسات حول العالم لبناء الجسور والشركات بينها ولمواجهة التحديات التي تواجه هذه المراكز في دعم صناعة القرار ورسم السياسات في دولهم نؤمن بأن هذه الفرصة مواتية في ظل التحديات التي تواجهها الدول في مجابهة جاحت كوفر 19 وتم مشاركة الباحثين المشاركون في هذه القمة بما قامت به مملكة البحرين من منجزات ريادية بقيادة سيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في مجابهة هذه الجائحة نعتقد بأن الفرصة مواتية لهذه المراكز للاستفادة من تجارب المملكة في هذا الجانب وقد ساهمنا في مركز البحرين دراسات استراتيجية والدولية والطاقة بعشرات من الدراسات والبحوث في متابعة هذه التحديات دور فاعل تطلع به مراكز الفكر والدراسات في مختلف دول العالم تتزايد أهميته في ظل ما تشهده دول العالم من تحديات ومخاطر استراتيجية تتطلب المزيد من البحث العلمي والأكاديمي لمساندة أصحاب القرار على اتخاذ الإجراءات والسياسات المناسبة لمواجهة التحديات والمحافظة على أمن وسلامة المجتمعات سعدنا اليوم بالمشاركة في هذا الملتقى الفكري بتنظيم من مركز دراسات البحريني واللي يجمع المراكز الفكرية من حول العالم لإلقاء الضوء على الخطوات القادمة بالنسبة لهم كمجموعة مفكرين لوضع خطة تعافي أو لمراجعة خطة تعافي لتجاوز هذه الأزمة الصحية ومساندة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بتجاوز تداعيات وأثار هذه الأزمة على حياة البشرية بشكل عام مؤتمر اليوم مؤتمر الفكر العالمي الذي يضم عدد كبير من مراكز البحوش حول العالم ويدل على مكانة البحرين في شتى المجالات وبالذات في مجال البحوش طبعا نخذ بالذكر مركز دراسات وهو أصبح مركز عالمي مرموق في مجال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وطبعا نبالعب دور كبير جدا لتوفير أفضل البرامج وأفضل الأفكار التي تنمي الاقتصاد بالذات اليوم في جائحة الكارونة نحتاج إلى مزيد من الدعم من كل الجهات المشاركون في الملتقى أكدوا أن جائحة كورونا أثبتت الحاجة الماسة لتعزيز التعاون الدولي وأن على مراكز الفكر أن تغير من استراتيجياتها وتول اهتماما أكبر بقضايا الصحة والبيئة وتوجيه صناع القرار إلى الاهتمام بهذه القضايا وإيجاد حلول خلاقة لها مشددين على أهمية تعزيز دور مراكز الفكر في التعامل مع التحديات الوطنية وأن تكون شريكا في صياغة الحلول لها أكثر من أربعين مركزا فكريا اجتمعوا هنا في الملتقى العالمي لمراكز الفكر بتنظيم من مركز دراسات جاءوا لبحث الموضوعات السياسية والاجتماعية والاستراتيجية المرتبطة بجائحة كورونا والمرتبطة كذلك بتعزيز مكانة المرأة السياسية والفكرية والعلمية يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين